التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بنظيره المجري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء أخرى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لمصر والمجر التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد كريشتوف سولاي بوبروفنسكي وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل الجانبين وعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية مؤشرا إلى حرصه على أهمية تنصيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا من جانبه أكد وزير الدفاع المجرية حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير المجري والملحق العسكري لدولة المجر بالقاهرة قاهرة